مرحبا بكم وبرك عشرة دقائق من اليوم فات المباراة النصف النهائي بين الزمالك المصري والنجم الرياضي الساحلي مبروك للزمالك المصري بالترشح للنهائي وحظت أوفر للنجم الساحلي بصراحة معناها لا تشاهدوني متفاعل برشا في الفيديو هذه اني من نجمش الناحي الكاسكات متاع المشجع التونسي كونتر الزمالك مبروك للزمالك اليوم الزمالك استحقت باش تترشح للنهائي لقد استرقت الانتصار متاحا وعملت مباراة كبيرة دفاعيا لذلك سوف نرى ماذا يحدث في الماتش هذه بعد الانترو في هذه المباراة الزمالك المدربين يتعزز في فرق داخلين برشا حسابات لتوالت حبت مركي من الثقائق الأولى من العشر إلى عشرين دقيقة الأولى وعندما كانت نتيجة تعادل 0-0 تجعلها تترشح للنهائي اليوم في أول عشرين دقيقة شوفنا الكرة محصورة في وسط الميدان شوفنا زوز في فرق يحبوا يكسبوا الكرة شوفنا برشا ديال برشا اغريسيفيتي برشا انجاجمون فيزيك الاندفاع البدني هذك علش ما شوفنا برشا كرة وبرشا تكنيك في أول عشرين دقيقة شوفنا جوالات تعلي في الكر ليعلي أكثر هو الرابح معناها شوفنا كما قلت زوز ايكيبات يحبوا يدخلوا المباراة أحسن دخلة كما قلت لتوالت حبت مركي مع ضغط الجمهور والزيمالك تعمل في بريسينك قوي ياسر في أول عشرين دقيقة يمكن الزيمالك هي كانت الأغلبية عندها هي شوفنا الكرة كل ما توصل الكهرباء اليوم اللي عادة ما نقولش ميتون كامل كبير برشا ما عادة ش تر ميتون هاي البرشا كانت الكرة كل ما توصل الكهرباء يصير لاختر كهرباء بالتكنيك متاعه بالسرعة متاعه بالفنيات متاعه بالثنائيات متاعه كان كل مرة يتوغل يعمل بها الاختر وقال لا زادة حتى بالريوتري متاعه ايجات فرصة عداها لصاحبه صاحبه ضياحة كان ينجي مركي منها بونتو اليوم كهرباء عادة يمكن عشرين خمسة وعشرين دقيقة بها أمام بعد كهرباء ولا يلعب في اللعب الاستعراضي طاح في اللعب الاستعراضي طاح في اللي يمكن في الاستهزاء طاح معناها نقص في الكنسنتراتيون نسميها اما كهرباء اليوم كانت عنده النوعا ما اللي في كاسيتي وقلق برشا بعد العشرين دقيقة وفي العشرين دقيقة يتضرب بعيو 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 بعد امين بنعمر اللي مضروب يكمل يتضرب بعيو فسط الميدان اليوم بعيو تخلي دخله بها كان عالكورة كان هو اللول عالكورة اللغالي بيتضرب دقيقة عشرين بعيو يعوضوا المثناني فسط تيران اليوم المثناني على العدد مباراة مباراة مش خايبة ومبعد اللي اتوال هاجت ولي اتوال طلعت مع الضغط الجمهور وجوارة اللي اتوال البلوك قدم القدام وتوماتيكمو الزمال الكواخرة التانية عندها ما تخسر بما انها رابحة انزلو في بارتي عذق اهب دونك اللي اتوال شوفنا الفرص شوفنا التواغلات مليمين من اللي سار شوفنا كشريدة طلع برشا شوفنا زادة الحناشي عالي سار شوفنا اللي سنتراج اه كانوا اللي سنتراج بهين اما ما كانش يتبع اليوم في اللاتاك متاع اللي اتوال اليوم حازم حاز حسن ما معرفش كيفاش يتعامل مع الوكور رضو ما زادة يوم كلو كور رعالين اكثر يمشيوا اكثر ايتهم دوزين بوتو كشريدة اليوم بسرعة مطاعو نقلق شوية اما اليوم تاح كونتر اريير جوش ظاهير ايسر بنسبة لي اليوم هو الوم دو ماتش وإلا هو معناها راجل الشوت الاول اللي هو عبدالله جمعة بصراحة ظاهير ايسر من اعلى تراز ظاهير ايسر عالمي ظاهير ايسر رغم لي اليوم تاح معا كشريدة كشريدة سريع كشريدة معناها عنده بالو بيه وقف له سد منيع اليوم بصراحة برافو العبدالله الجمعة اللي يتقلق اليوم في الشوتلول وما خليش كشريدة يقوم بالدورة اللي حبي يقوم به ويعمل التواغولات اللي يحب عليها اليوم مع ضغط الجمهور نتوال في الشوتلول تحت في التسرة تحت في الدشي تكنيك نتوال ما دخلتش من العمق حتى مرة في شوتلول يمكن مرة بارك دخلت وما كانش فيها افيكاسيتي وريوسيت كبيرة ياسر دونك حسبراي الزمالك اليوم في الشوتلول نشحت فيه بنسبة كبيرة برشا وقلصت من الهجوم ومن معناها سرعة متاع جواريت ليتوال في الشوتل ثاني شفنا ليتوال دخلت دخلة كبيرة ياسر نزلت بالثقل المتاح الكل معه جمهور يشجع بصراحة اليوم برافو الجمهور للجال يشجع تسعين دقيقة جمهور من ذهب اليوم بصراحة الجمهور هذا كان يستحق انه ليتوال تترشح ويفرح الجمهور هذا كما قلت ليتوال هبتت بالثقل المتاح الكل الزمالك وخرت التالي سكرت المنافل الكل ونشحت فيه اليوم الزمالك دي اول فرصة متقايق لولا دي سنتراج للمساكني بالرأس والمساكني شوية اخرى ولا يحطها بعد الضغط الكبيرة دي شوفنا الجول متاع الزمالك طاح معناها ما نعرش اسكو يمثل ولا ما يمثلش ما نعرفش طاح ولا يرد ان شاء الله الباس كانوا بالرسمي معناها صارت له اصابة الريتم طاح شوية الريتم طاح شوية وما كانش فيه صالح لتوال كوره وقفة ستة ولا سبعة دقايق تكسر الريتم معناها ما كانش فيه صالح لتوال حتى طرف اللي التوال دخلت كما قلت في الميتون ثاني دخلة كبيرة برش دقيقة 65 مع دخول من دوزا اللعبة تحركت اكثر مش من دوزا هو تحركها مع اوتوماتيك مو لتوال يلزمها تمركي ويلزمها تعدل لتوال رجعت الهياجين متاحها رجعت الفرص متاحها رجعت التواليات متاحها الميتون الثاني بصراحة كيشريدة عرف كيفاش يعبر من الممرة معناها من الجهة اليمين من جهة عبدالله جوم على العدة معناها شوية اول محترم على الاخر ولا هو فما ثنائيات في الجهة متاع الكيشريدة لومير زاد جور من غادي ولا تفما مسلثات ولا كيشريدة يقعد هو موخر يخذه الشيخاوي من بعد كيشريدة يجري ويصير كالدوبلومان ويصيروا برشة عمليات صاروا برشة عمليات برشة فرص زاعة اليوم لتوال بصراحة جورة لتوال بصراحة زايعوا برشة اليوم دقيقة واحدة ودقيقة سبعين معناها جي كورة عند بعض خدمة كبيرة يسر بالليمين سنتراج توزيع جي عند المساكني ولمساكني دومي فولي يفلتها معناها بعدها بالضب بعض دقيقة جي كورة المساكني مر اخرى يعاود يشال وحا قدام القول معناها ما يعرفش يشوتها كما يلزم يشوتها بعدها بالضب دقيقة 74 الحناشي كيف كيف ياخو سنتراج ديما الكورة الهجمات تبدأ من الجيهة اليمين معناها الجيهة اليمين غادي وين تصير العمليات وبعد يصير سنتراج في البوتو الثاني في الدوزين بوتو خذاها حناشي حناشي يجي يشوت الكورة ما يشوتهاش كما يلزم تتشاط بعدها دقيقة 81 فرصة اخرى من الحناشي تضيع كبير ياسر هذا غير ما نحكي على الكورة الرازعة لدوزين بالكورة الثانية اليوم بصراحة لطوال جوارة لطوال ضيعوا برشا بان بشتلوم عليهم اليوم بصراحة لطوال قدمت مردود كبير ياسر صنعة الفرص عملت كل شي اليوم لطوال كان انا تحط الكورة في الشبكة المساكني المساكني معناها نحي زوز فرص الفرص اللي ضيحهم اليوم عدا حسب رايب متش كبير فلوسة كان مسرح تيكنيك مون كان الكورة سهلة في سقيه كيف كيف الشيخاوي كيف كيف كشريدة اليوم عدا معناها ميتون ثاني معناها عالني هذا ما غير ما نقلص راهو من الزمالك 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 اليوم الميتون ثاني كانت واقفة مليح كانت سد مانيع كانت نتبع في الدفاع المنطقة اللي كونتراتاك متاحة ما عادش تطلع الفوق كانت محافظة على النتيجة متاحة تعرف 1-0-1-0 يرشحها للنهائي سكرت الثغرات سكرت الميساحات الكل عرفت كيفش تتعامل مع جوارة وعندها بصراحة زمالك عندها ايكيب كبيرة برشا عندها ايكيب تستحق تترشح للنهائي عندها ايكيب معناها غولة ايكيب محترمة برشا هانيئا لهم باليكيب هذه بالتوفيق ان شاء الله نشوفوا نهائي كبير برشا نهائي الكاف بين نهضة بركان والزمالك وان شاء الله يربح مبروك عليه كذا هو كان التحليل متاعي اليوم كما قلت لكم مانيش متفاعل برشا بما انه فما فريق تونسي في اللعبة مبروك مرة اخرى زمالك حظ اوفر للنجم الساحلي قال لي نجم الساحلي ما يزمش يحسب منها معناها الخسارة دي تاح كونتر الجامعية كبيرة فريق كبير برشا فريق محترم معناها عنده اسمه في الافريق في الافريق زمالك مش اي فريق دونك حظ اوفر للنجم الساحلي الفيديو متاع اليوم وفاء شاء الله يكون عجبكم ما تنسيش مش تعمل الجام وابوني مثال شامل الجام نشوفكم في فيديو جاي نقول لكم السلام